فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وروا أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتاة يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات نعم كما ذكرنا تكاثرة الشهادات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه في أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في إمامته الناس في الصلاة فكان يصلي بهم صلاة معتدلة وقد حزروا له يعني قدروا قدروا أنه يسبح في الركوع والسجود عشر مرات والعلماء يقولون في التسبيح في الركوع والسجود لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى فقد ذكر العلماء أن المجزي تسبيحة واحدة لا بد منها وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات وأعلى الكمال عشر تسبيحات وقال يحيى بن معين إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ينثقه وقال هشام بن يوسف أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صالح الحديث وهو ابن منوس بن نون يقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه ما حدثه به ولو لثقته عنده لما عمل بما حدثه به وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قد حاء وروا مسلم في صحيحه هذا ثناء من المؤلف الشيخ رحمه الله على سند هذا الحديث وأنه يكون مقبولا أن هذا الحديث يكون مقبولا يشرع العمل به